ربما لأن هؤلاء الشهدتين صحفيتين أثير الموضوع لكن الكارثة الكثير من المواطنين العراقين الأكراد وغيرهم يتم استهدافهم من قبل القوات التركية لا أحد يعلم عنهم 14 قرية الاعتلال التركي قد تسمعوني؟ نعم نعم تفضل أستاذ أحمد قرية الاعتلال التركي قد توغل داخل الأراضي العراقي من قبل الجانب العراقي هو من يساعد الجانب التركي على التوغل في الأراضي العراقية الصحفيتين ربما لأنهم صحفي يعملون في مجال الإعلام والصحافة أثير موضوعهم بصورة أكبر وأوسع لكن الكثير من الأطفال والنساء والرجال يتم اغتيالهم وقتلهم من قبل الجانب التركي يوميا ولا يوجد تنديد ولا يوجد رد فعل عراقي قوي حازم أبان الاحتلال التركي لغاية الآن أستاذ أحمد بدلا من الرد الحكومي الذي يطالب به الشعب العراقي ويطالب به المنظمات الدولية تعمد الحكومة العراقية إلى توقيع اتفاقية أمنية مع النظام التركي يعني لا من المفترض على الحكومة العراقية لا تعقد أي اتفاقية أمنية إلا بعد خروج القوات التركية التي صرح عليها أردوغان قبل يومين على أن تركيا لا تخرج من الأراضي العراقية كيف أعقد اتفاقية مع المحتل وهذه مشكلة وهذه كارثة لأن هذا بسبب ضعف الحكومات وبسبب من يدير دفة الحكومة بالعراق وبسبب من يدير الدفة الأمنية والدفة السياسية بالعراق لذلك يجب على الحكومة العراقية أن تطالب أو تتخذ إجراء حازم وقوي على القوات المحتلة وأخراجها من العراق ولم تحدث وهي دعوة من خلال قناتكم المؤمنين بتظاهرة حازمة وضد كل من تهاون ولم يصون أرض العراق ولم يصون القسم الذي أقسمه على حماية هذا البلد يجب على الحكومة العراقية اليوم وقبل غد أن ترد رد قاسي ورد عسكري لإخراج القوات التركية ولوقوف هذه الانتهاكات المستمرة يوميا وكل ساعة تستهدف القوات التركية العراقيين من كل طوائفهم وقومياتهم أكراد ولا عرب ولا تركيا لديها مخطط وهو مخطط توسعي لا يقل خطورة عن مخطط الإسرائيل الكبرى لأنهم يريدون أن يأخذوا أكبر مساحة ممكنة من الأراضي العراقية وهل تدرك الحكومة العراقية ذلك أستاذ أحمد؟ تدرك لكن الصمت العراقي هو بسبب الضعف هل يملك العراق أوراق ضغط بالفعل سواء سياسية اقتصادية موجهة للنظام التركي؟ يعني العراق هو رافد مهم رافد اقتصادي مهم إلى تركيا كان المفترض قرار بسيط من الحكومة العراقية منع استيراد البضاء إلى العراق لأنها بالمليارات تقدر أسبوعيا وشهريا وسنويا قطع هذه البضاء من الدخول إلى العراق ربما هي أحد أهم أوراق الضغط إلى تركيا نعم أشكرك جزيلا شكرا الصحفي والمحلل السياسي أحمد الكناني على هذه المداخلة كنت معنا مباشرة من العاصمة العراقية بغداد ترجمة نانسي قنقر